فمسلاً قيمة الحياة لازم تكون عند الاتنين هي بتستحي وهو بيستحي ما ينفعش الأولاد يبقى أن رب الأولاد على أن الكلام اللي تدارك بينهم هو كلام فيه نوع من أنواع سوء الأخلاق وعدم الحياة ويبقى ده معناه أن هم يبتدوا يكبروا فيتكلموا كلام الكبار فيتكلموا في قلة الأدب لكن البنات لو عملوا لا والبنات كمان زي ما هم لازم يكون عندهم حياة الأولاد كمان لازم يكون عندهم حياة مين قال أنه لازم عشان يكبر وينضج وما يبقى زي البنات لازم يتكلم في كلام ما فيهوش حياة لا ده لازم يتربع على الحياة برضه حضرت النبي قال للرجل لما لقى واحد بيعاتب أخوه في الحياة ده كبير بقى ده شاب كبير ويمكن كان شيخ كبير قال دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير فالأولاد لازم يتعربوا على الحياة كمان ونزلك من الأفكار الفسدة اللي بنكرسها في بعض نفوس أولادنا فكرة إن الست خلقت لخدمة الرجل إيه اللي حاصل؟ لا المرأة خلقت لتحيا مع الرجل لما الأخت بتعمل لأخوها كباية شاي فده من باب المحبة ومن باب إن هي بتشكر له إن هو سندها مش إن هي خلقت عشان تخدمه وده على فكرة مش عشان فيه كلام مشي في الاتجاه ده في كباية الشاي والكلام ده إحنا بنربي على الأصول الست مش مخلوق عشان تخدم الرجل ولا حتى الرجل مخلوق عشان يخدم الست الاتنين مخلوقين عشان يعيشوا مع بعض حياة كريمة إحنا بالطريقة دي بنهدر قيمة الرجول عند الولد وبنساعده يكون اعتمادية أنا آسف يعني زي بنهدر كرامة البنت وبنعتبرها إن هي ملهاش وجود وملهاش قيمة محترمة عند الإيه؟ عند الأسرة طبعا غير الأفكار بقى اللي كرسناها كرسها التدين الكامي عندنا اللي منها التعامل مع المرأة على إن هي فتنة ولازم تدار فلازم تبقى في البيت وما تخرجش غير للضرورة وما يكونش عندها أي طموح إيه المرأة تبقى عندها طموح ليه؟ ولما المرأة تبقى عندها طموح لو جوزها ساعتها في الطموح ده فيعتبر إنه عمل حاجة كده غير مقبولة اجتماعية فلازم هي تشيله فوق دماغها تشيله فوق دماغها لإنه عمل اللي محدش بيعمله ما إن الطموح ده كان موجودة عند ستين عائشة إن هي تبقى عالمة لدرجة إن هي بقت تناقش الصحابة واستدركت عليهم وشوفها ويبتناقش سيدنا عبد الله بن عمر لما قالت إنه لنتهم أبا عبد الرحمن ولكن السمع يخطئ ويتجمع لها ويجي العلماء بعد كده يجمعوا مناقشات السيدة عائشة للصحابة ويسمي الكتاب الإصابة فيما استدركته السيدة عائشة على الصحابة يبقى من الأفكار الفاسدة كمان إننا رب بناتنا منهية صغيرة على إن هي ملعاش غير بيت جوزها وإنه يمتها بس في الجواز ويبقى كده بنجهزها لما أسميه أنا كآبة العنوسة أول ما السن يتقدم بيها عن السن اللي إحنا حطناه لها رنجي للجواز تكتائب وتحس إن حياتها بتضيع منها وتقف وما تشتغلش وتعتر عشان وصمة العنوسة ليه كده ده تفكير ضيق جدا لا البنت لها حاجات كتيرة جدا جدا في الحياة ما حدش يقول لي الكلام ده ما بقاش موجود وموجود وعشان كده لما بنقبل من البنت إن هي ما تتفوقش مع إن البنات الله أكبر عليهم أوائل الشهادات طبعا أنا ما بحبش أزمة السنة العامة بس أوائل الشهادات بتبقى إيه لما بنعمل أي تدريب أكتر اللي بيتضربوا مين بنات فلما تدخل الحاجة وجاية ما يكونش عندها الوعي والنور والسعى اللي يكون إضافة في حياتها وبيتها وفي المعاملة مع زوجها وتربية أولادها أو إنها تكره نفسها لو ما تجوزتش موسيقى